ورحمة الله وبركاته ازيكم يا اصدقائي في فيديو جديد ان شاء الله النهاردة نشتغل معاكم منهج كونكت فايف الصف الخامس الابتدائي الترم التاني من كتاب استاب اهد وصلنا في منهج كونكت فايف ليونت 11 ان شاء الله النهاردة ناخد لسن 1 بعنوان getting out in the fresh air يعني الخروق في الهواء الطلق في الهواء يعني في صرحة فادي كده نقدر نشم الهواء getting out in the fresh air getting out in the fresh air لسن 1 بعنوان getting out in the nature يعني الخروق في الطبيعة nature اللي هي الطبيعة تعالوا نشوف الفوكاب بس ياريت تدعموا الفيديو بلايك ما تنسوش اللايك يا جماعة اشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد nature 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 يعني الطبيعة planet 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 نباتات grass grass مش grass 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 يعني عشب وحشاش grass tree 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 شجرة leave 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 وجامعها leaves leaves اي كلمة اخرها اف اه في الجامعة بنحول الاف لفي اي اس لفي اي اس اي كلمة اخرها اف بتتحول في الجامعة لفي اي اس let's تمم ايВ هلو جزة شجرة 쓸 ستريم مجرمائي نهر صغير كده بيبقى اسمه ستريم ستريم هل هل يعني تل هل رك صخرة رك صخرة ستون ستون حجر ستي ستي مدينة بيقولك الجمع بتاعها ستز الواي اي حرف واي قبله حرف ساكن في الجمع بتتحول لآي اي اس آي اي اس village يعني قرية wooden يعني خشبي quite difficult يعني صعب للغاية quite difficult much smaller much smaller يعني اصغر بكثير hard hard صلب جامد hard high high يعني عالي high background background يعني خلفية background weather weather يعني طاقس weather buildings buildings يعني مبيني feeling 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 احساس feeling feeling flowers يعني ظهور flowers flowers جزء الconjunction of verbs تصريفات الافعال هنبدأ بالregular verbs وهي الافعال المنتظمة اللي بنحط لها اي دي ولو الverb واخره اي بنحط دي بس طاقس من البريزنت للباست لسن لسنت لسن 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 grow grow feel felt have الباست بتاعه had has و have في الباست بيبقوا ايه بيبقوا had eat it ناخد بالنا من الفربي ده مهم جدا want to eat 8 نقوم بتاعنا عن الجمع برولر تعالوا نشوف البلورال هنا بيقول لنا ايه جزء الجمع عايزنا هنا بيقول لنا to make plurals we usually add طبعا زي ما احنا متعودين ان احنا في الجمع بنضيف ايه بنضيف اس لأي كلمة عايزين نجمعها بنضيف لها اس طبعا لكل قاعدة شواز نشوف الشواز اللي عندنا بيقول لنا لو الاسم اخره واي وقبل الواي فاول بنضيف اس قبل الواي فاول يعني يا اي يا اي يا اي يا او يا او حرفة من الحروف المتحركة بنضيف له ايه اس طيب لو اخروا واي وقبلوا حرف ساكن اللي هم باقي الحروف بقى كلها التى الفي الال اي لتر بنضيف له ايه الواي دي بتتحول ايه لآي اي اس لآي اي اس الواي بتتحول لآي اي اس لو الاسم بقى بينتهي باف او او اف اي لو اف او اف اي بيتحولوا لآي لذي اي اس لذي اي اس يبقى اي كلمة بنحط لها اس ده اللي احنا عارفينه طيب لو الواي قبله حرف متحرك بنضيف لآخر الكلمة اس عادي لو الكلمة اخرها واي وقبله حرف ساكن الواي بتتحول لآي اي اس طيب لو الكلمة اخرها اف او اف اي الاف والاف اي بيتحولوا لذي اي اس هنا تري تريز ده جمع عادي كار كارز باج باجز دي الجمع العادي طيب السوابة اللي عندنا بقى عندنا الواي لها حالتين هنبص على قبل الواي لو قبلها اي 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 او يو بنحط اس بس في الجمع بنحط اس طيب لو الواي قبلها اي حرف بقى ساكن زي هنا اي هنا بويز دي على الحالة الأولى اللي هي قبلها حروف متحركة بنحط لها S SETIZ قبلها ال-Y قبلها A-T التي ده من الحروف المتحركة؟ لا الحروف العادية طيب هنشيل ال-Y ونزود A-I-E-S زي كلمتنا SETIZ طيب الأسماقة بقى اللي بتنتهي ب-F و-F-E ب-F و-F-E في الجامعة بتتحول ل-A ل-V-E-S زي هنا LEAVE LEAVE ال-F تحولت ل-V-E-S و-NIF اللي يسكينا ال-V-E تحولت ل-V-E-S طيب امتى بقى بنحط ES في الكلمات بنجمع الكلمة بيبقى اخرها ES لو الكلمة اخرها لو الاسم منتهي BS أو SS أو SH أو C-H أو X أو O في الحالات دي بنضيف ES للكلمة اي حالة تانية بقى بنحط S يعني لازم نحفظ استوابط دي واي حالة تانية بنحط S هنا عندنا PASS PASSES اخرها S حطينا ES GLASS اخرها SS حطينا ES PRUSH PRUSH اخرها SH اللي قلنا اللي اخره SH اي اسم اخره SH بنحط له ES WATCH WATCHES اخرها CH برضو بنحط لها ES في الجامع BOX BOXES اخرها X بنحط ES لسه حالة معانا O TOMAIDO اخرها O بنحط AES تعالوا بقى نحل على الاكسرسايز بتاعنا بيقول لنا هنا COMPLETE THE SENTENCES WITH A WITH THE WORDS IN THE BOX number one a dot is like a river but smaller اخذنا ايه زي النهر كده بس النهر صغير اخذنا STREAM number two a dot is a very tall plant with branches and wooden trunk طبعا التري الشجرة ده وصف الشجرة number three I love the feeling of green اه of green ايه green grass العشب الاخضر بتحب احساس كده ايه النباتات الخضرة والاعشاب الخضرة number four a dot is much smaller than a town or city اه ايه ال village القرية هي اللي بتبقى اصغر من ايه التاون والسيتي ما بينهم كده ال village القرية number five it's quite difficult to climb that dot because it's very high اه من الصعب ان انت تتصلك ايه التل الهل لانه طبعا very high تل مرتفع number six some famous dot in egypt are cairo alexandria and hergada some a طبعا some cities in egypt are cairo و alexandria و alexandria و الغردالية and hergada number seven a dot is hard it's a large stone large stone stone حجرة كبيرة طبعا الرك الصخرة i like growing tomato because i like eating tomatoes i like growing tomato plant تمام the plant has flowers and lots of green green leaves تمام يبقى number one قلنا stream two tree three grass four village five hell six cities seven rock eight plants nine اخيرا قلنا leaves number two write the following nouns in the plural form number one bin ها عادية ما فيش فيها اي شواز هنحط لها s potato اخرها o قلنا اللي اخره o بنحط e s factory factory اخرها y طب ال y اخرها حرف ساكن يبقى هنحول ال y i e s number four leave اخرها f قلنا f بتتحول v e s في الجامع glass اخرها s s يبقى هنزود لها e s في الجامع box اخرها x يبقى هنزود لها e x e s في الجامع seven tree عادي هنحط لها s عادية دي خارج الشواز بتاعتنا village هنحط لها s عادية town هنحط لها برضو s ten rock هنحط لها s city o y قبلها t ال t دا حرف س كن يبقى y هتتحول ل i e s desk هنحط لها s school هنحط لها s teacher هنحط لها s knife ال fe هتتحول لأي أخدنا لو نون الاسم آخره f أو fe بتتحول ل v e s plant هنحط لها s bus هنحط لها e s لأن منتهية ب s tomato اخرها o هنحط لها e s brush اخرها s edge هنحط لها e s house هنحط لها s عادي خارج الشواز بتاعتنا boy اخرها y طيب نبص على y قبلها o ال o ده من الحروف المتحركة اللهم ما ال a وال e وال i والأول u يبقى ال y هتفضل زي ما هي ونحط لها s flower هنحط لها s cousin هنحط لها s sister هنحط لها s three read the text انا بيقول لنا last week my father and i visited my uncle's farm انا وبابايا الاسبوع الماضي زرنا المزرعة بتاعت عمي we went there by car رحناها بالعربية the weather was nice the weather was nice the toxic can nice on that day في اليوم ده so we enjoyed our time لذلك احنا استمتعنا بوقتنا their farmers were working hard to grow vegetables and fruits بيقول لنا ان المزارعين بيعملوا ايه بجد علشان يزرعوا الفواكه والخضروات their sons were helping them ابنهم بيساعدهم ايه with their work في الشغل ده we also enjoyed seeing the running water وحنا برضو استمتعنا برؤية الماء الجاري ده اللي بيسقو بيه طبعا الفواكه والخضروات and the green land والارض الخضرة the farmers welcomed us بس المزارعين رحبوا بينا they also helped each other بيساعدوا ايه بيساعدوا بعضهم البعض the underlying word they refers to a بيشير ايه we went there by car رحنا هنا بالكار طب هما رحين فين رحين الفارم المزرعة the weather was قلنا الطقس كان ايه كان نايس where did they go last week رحوا فين الاسبوع الماضي they went to uncle's farm they went to uncle's farm هنقول they went to وناخد هنا uncle's farm يبقى دي نمبر سري نمبر فور what were the farmers doing المزارعين كانوا بيعملوا ايه قلنا the farmers were working hard to grow vegetables and fruits من اول هنا هنقول ايه the farmers ونكمل باقي الجملة عادي هيبقى ده نمبر فور نمبر فور هنطلع باقي الكلماء المختلفة طبعا الصخرة فوسط الزرع ملهاش لازمة طبعا استريم قلنا انه هو مجرى مائي صغير كده او نهر صغير trunk leave tree stone هنشيل طبعا استون كل دي حاجات في الشجرة rock stone mountain plant طبعا دي سخور وقبال هنشيل من وسطها plant write a paragraph of 40 words من 40 كلمة using the following guide نستخدم الحاجات اللي عندنا دي عطينا building عطينا nature وعطينا weather I can see عطينا in the background there is وعطينا there are ممكن نقول the weather عن الطقس the weather is nice the weather is sunny is sunny ممكن نقول ايه تاني نقول in the background هنستخدم من الصورة دي لازم نلتزم بها بالصورة دي هنقول the weather is sunny تمام هنقول in the background there is مثلا city with many building في مدينة وفيها ايه many buildings مباني كثيرة I can see I can see a village and a hill I can see a village and a hill ممكن نقول برضو there are planets near the tree في نباتاتها بجوار a tree ودي الستي اللي احنا قلنا عليها ممكن نقول برضو I love the feeling of green grass عندنا green grass a feeling of green grass عندنا green grass a hu واحنا اخذنا برضو في الليسون الجملة بتاعة I love the feeling of green grass وديدد ستلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتلتل